أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق البحرين والمستوى المشرف الذي طهرت به مملكة البحرين في دولة الألعاب الأولمبية باريس 2024 هو تجزيد لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيضه الله الذي يمثل الدافع الأكبر لكافة أبناء البحرين لمواصلة حصد النجاحات ورفع راية البحرين عاليا بما يسهم في ترسيخ المكانة المتميزة للمملكة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية نعم جاء ذلك لدى استقبال سموه يوم أمس في مطار الصخير سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والفائزين بالميداليات الأربع الذهبيتين والفضية والبرونزية واللعبين الذين مثلوا فريق البحرين في دورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعة وعشرين بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث هنأهم سموه بمناسبة تحقيق أربع ميداليات خلال أولمبيات باريس مشيرا سموه إلى أن التوجيهات والرؤى الملكية المتصلة بالقطاع الرياضي دافع للجميع لمواصلة العطاء والإنجاز وتحقيق الرفع والنماء للرياضة البحرينية وإننا نرى في أعضاء فريق البحرين حبا للتحدي وعشقا للإنجاز وطموحا لا حد له ونعتز بحرصهم وإصرارهم على إبراز صورة المشرقة للمملكة وتعزيز سمعة البحرين ومكانتها على مختلف المستويات كما هنأ سموه جميع من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة والتي تمثل إسهاما بارزا يرفع من حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بالرياضة والرياضيين وحرصه على تسخير كل ما من شأنه تطوير الرياضة بما يرسخ اسم المملكة على مختلف المستويات وكانت مشاركة مملكة البحرين قد اختتمت في أولمبياد باريس 2024 بإنجاز رياضي تاريخي بعدما سطرت أسماء أبطال وبطلات البحرين في لوحة الشرف الأولمبي وهم كل من العداء وينفرديافي ذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات المصارع أحمد تاج الدين ذهبية وزن 97 كيلوغرام العداء سلوعيد فضية سباق 400 متر عدو للسيدات الربع غورمينسيان برونزية رفع الأثقال وزن فوق 200 كيلوغرام وبذلك أصبح في رصيد مملكة البحرين طوال مشاركتها الأولمبيا الـ 11 ثماني ميداليات بينها أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية وأنهت مملكة البحرين مشاركتها بأولمبيا باريس 2024 في المركز الأول عربيا والثالث والثلاثين عالميا من بين حوالي 202 وأربع دول مشاركة بعدما كانت في المركز السابع والسبعين بأولمبيا دي توكيو 2020 والمركز الثامن والأربعين في أولمبيا دي جانيرو 2016 والمركز الخمسين في أولمبيا دي جانيرو 2012 شرفني أن أرفع أسمائيات التهاني والتبركات لسيدي حذر صاحب الجلال الملك المعظم وأيضا شرفني أن أرفع إلى مقام سيدي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد على هذا الانجاز الكبير وأيضا لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلاء للشباب والرياضة وأيضا لسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبيا على هذا الانجاز الكبير وإلى كافة شعب البحرين وجميع الرياضيين اليوم الرياضة البحرينية تعمل وفق منظومة ولله الحمد هناك تخطيط وهناك سياسة وضعت منذ فترة واليوم لله الحمد نحن نجني ثمار هذه السياسات وهذه التخطيط التي تم رسمه أي فريق عنده مهمة يحتاج إلى قائد عنده قرار وعنده وعي وفاهم لعمل المنظومة فاليوم لله الحمد القيادة عنده سيدي سمو الشيخ خالد قيادة هو رجل رياضي مارس أكثر من لعبة وبطل في أكثر من لعبة إضافة أنه عنده القدرة وصاحب قرار وقرار جريء اليوم الرياضة كلها كمنظومة من منشآت إلى مشاريع إلى أندية إلى اتحدات إلى منتخبات إلى إنجاز يشرف عليها ويتابعها أول بأول وعنده ما شاء الله من الخبرة ومن المعلومة الكافية التي تساعد في اتخاذ القرار مناصب اليوم أي عمل رياضي يتوج بإنجاز هذه راح يشجع إن كان القطاع الحكومي يستمر في الدعم وتوفير كافة الإمكانيات الموجودة وإن كان القطاع خاص أيضا راح يستمر في دعم للرياضة البحرينية لأن اليوم من خلال رياضة نقاعدين نروج لمملكة البحرين دورات الأولمبية يشارك فيها أكثر من 206 دولة تقريبا فهذه اليوم لما يكون عندك إنجاز رياضي كبير حققت فيها ميداليات وميداليات كثيرة لله الحمد أربع ميداليات هذي أكبر ترويج إنجاز بوريس إنجاز تاريخي في الماضي حققنا إنجاز طبعا في لعاب قوة اللي تعتبر أم للعاب بس فقط في لعاب القوة هاي أول مرة نحقق ميدالية في المصرعة رفعت قول مثل ما تشوف حنا لحد الآن عنا في 33 رانكت وطعين السادس على قارة آسيا فهذه يعتبر إنجاز تاريخي فيه ناس يفكرون إن الواحد عشان ينجز في الرياضة الموضوع فقط دعم مالي بس فيه نوع ثاني من دعم دعم وجود الشيوخ وهو في تسهيل القرارات يحفزون جميع اللاعبين جميع الجهات اسمو الشيخ خالد دائما أول شيء تابع اللاعبين لأن من غير اللاعبين ما عندك لجنة أولمبية لجنة أولمبية البنية تحديد لجنة أولمبية اللاعبين فكل يسأل هاللعبين هالكل شيء متوفر عندهم الدعم دعم المالي حتى ساعات يسأل عن الصحة الطب حتى ذهنيا إذا اللاعب سليم أو ليس سليم يعني ما شاء الله لأنه يسمو الشيخ خالد رياضي فهو يعرف شتون الرياضي يفكر فدائما يسأل أول شيء عن الرياضيين ودائما يسأل عن شون يقدر نسوي برامج للأطفال عشان نشجعهم يمرسون الرياضة لأنه هدفنا كالجنة أولمبية طبعا أكيد الأولمبياد بس بعد هدف آخر أن نشجع المجتمع يمرسون الرياضة طبعا هذه أول مشاركة لرفع الأثقال البحرينية في الأولمبياد ويعت هذه المشاركة في أصعب تأهيل في تاريخ رفع الأثقال اللي فقط يتأهل خمسين لاعب وخمسين لاعبة فالمنافسة كانت صعبة جدا لما تكلمنا مع سمو الشيخ خالد عن هذه المشاركة قال لنا ما نبي نرجع إلا ميدالي طبعا طبعا هذه طموح عالي جدا وهذه الشيخ خلونا أن نشتغل ونسعي لتحقيق أفضل النتائج لله الحمد يعني رفع الأثقال البحرينية من ما بدنا هذه الفترة التأهيلية لاعبين الأثنين عودونا أن يكونوا دائما في منصات التتويج كنا متراقبين الإنجاز بشكل كبير ولله الحمد تحقق وما بس تحقق يعني بالحاظ يعني لاعبنا في رفعة الخطف خطف تقريبا أعلى خطف في تاريخ من أعلى الرفعات في تاريخ الأولمبيات ونافسه كانت شديدة جدا هو كان ينافس بطل أوروبا وبطل العالم والبطل الأولمبي الحمد لله كدر يحصل ويحرز الميدالية البرونزية وهذه شرف كبير لنا فأمو بس كالتحار رفع الأثقال وأيضا كلجنة أولمبية البحرينية والوفد البحريني وهذه كله نتيجة دعم سمو الشيخ خالد وطموحه طموحه اللي خلي طموحنا بعد يرتفع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر